موسيقى اذا قبل موضوع التبخج والنعرف كيف نتحدث الى اللاعب نضغط عليه من المسلمة بريفات شات كي ترسل له رسالة مباشرة لا الى اللاعب من هنا ايضا ثم هنا ايضا ندينا في الدردشات اضغط عليه اذا كانت الكتابة باللون ابيض فقط اللذين يحولك سيرون الرسالة ثم هنا المحدثة العالمية يجب ان يكون مستكم متقدم يتحدث في المحدثة العالمية ايضا هنا وفي نفس الشيء في محدثة سكول المدرسة يجب ان يكون المستكم متقدم قليلا تستطيع ان تتكلم مع زملائك بالمدرسة نفترض انك تريد ان تبحث عن صديقي تضغط على هذه الايقونة الزرق هنا لايحة الاصدقائك هنا private shot لكي ترسل رسالة مباشرة يلا صديقيك هذا كان مفتح ثم بحث عن اللاعب تكتب اسمه هنا مثلا كي تضيفه الاصدقائك مثلا نكتب اسم هذا اللاعب الذي بقربنا هنا نكتب اسمه هنا ثم نضغط هنا بحث ثم نضغط ادفريند كي نضيفه الاصدقائنا نضيفه الاصدقائنا نضيفه الاصدقائنا واشياء اخرى هنا متابعين يعني المتابعات ثم هنا نفذت الالجلد الكتيبة نضغط هنا اقول لك مدن عن دماء التي توجد بهذه الكتيبة ثم نضيفه الاصدقائك نضيفه الاصدقائك ثم القيام هنا الذي غرف الدردش مع اصدقائك من هذا الديل النافذة ايضا لا انسى تفعل نفذة مارا كما شرحنا سابقا بعد ذلك لابد ان تكون في المدرسة ونقوم بالدغط على T لنفتح نفذة تليب بورت لناخذ الجمع المربعة ونذهب لها المدينة الاساسية التي يعطونها علينا هنا في نفذة تليب بورت نقوم بتغيير اللبس وبعد ذلك تغيير المدينة نقوم بتغيير اللبس مباشرة مباشرة سوف ترى إذا ضغطت على كلمة يعني الجوع سوف نعرف كيف نقوم بملء تلك النوتريشن إذا نذهب أولا نتعلم الطبخ نفتح الخريطات ونبحث عن كوك يعني الطبخ يعني الطبخ كما ترى هنا تتعلم يعني المهن سوف نبحث نحن عن كوك يعني الطبخ هو موجود هنا إذن ضغط عليه ويدابله تلقائيا مباشرة تلقائيا وتدعب إلى مكان من الخريطة إذا وضعت المؤشر عليه فهو يظهر هنا كوك يعني اسمه مباشرة ف نذهب له الآن نتعلم الطبخ أولا نعرف كيف يعني تعرف كيف تطبخ الأرز لأنه هو الوحيد يعني الأشياء التي تطبخها هي الوحيدة التي تساعد بجوع للشخصية أما الأشياء الأخرى فهي تزيد إما الدماء أو تزيد أنتم الأزرق الخاص بالمهارة نعم إذا ندعه الطبخ إذن سوف نتعلم ما نعط عليه سوف نتعلم وذلك سوف نتعلم الآن ما شرحنا هنا بالكتابة يسشفون يسشفون ثم نفتح هذا المكان سوف نقوم بهذه الأشياء هنا وإذا ونغلقت مرة أخرى نفس النافذة وكذا يتحدد معه مرة أخرى نعم ونضغط من هنا وكذا إذا ضعر هذا الأخرى يعني قد تعلمنا هنا هنا هذه بعد أن تتعلم يعني بعد أن تتكلم تستطيع أن تلعب هذه اللعبة على الطريقة إذا نضغط على مايلايف هنا فتتغير الشاشة تضغط هنا على السكين يعني الطبخ فنرى هنا نفذة الطبخ هنا موجودة هذه نفذة الطبخ المسمية المطبخ يعني هنا يقول لك نحن نحتاج إلى الصحن ثم الأرز الصحن يمكن هنا نشتري عنده فقط نضغط عليه ثم ثم نشتري عنده الصحن اسمه ديو نشتري 10 أو 27 ما نحتاج إليه يمكن نشتري 10 أو أفضل شيء من هكذا ثم يجب أن نشتري فورنولا يعني المقادير مقادير رايس فورنولا يعني المقادير الأرز إذا أعطاك هذه الأشياء من الأفضل أن تقوم بإدخال الكود أكذا يقول لك تشجيل الكود من أجل حفظ يعني الأمن مغرباني لا بد أن تقوم بذلك ولن ننجح يعني الشراء لا بد أن نقيم بهذه الأشياء لكن تقوم بأخذ المقادير مقادير لطبخ الأرز ثم رايس كورب يعني الأرز الآن والآن نأتي بالأرز يجب أن نتعلم الفلاحة ندخل هنا مباشرة يجب أن نتعلم الفلاحة ونذهب عن معلمين الميان ونبحث عن فارمر لقد وجدته هنا يجب أن نتعلم الفلاحة يعني الفلاحة يعني نتعلم مهارة الفلاحة مهارة hå brewing وهذه الأجوار الرائعة جداً ثم الأعلم هذه الأقفى الزيت الأسطورية print محبت لك أعلم هذه الأجوار الصينية مهارة وعندما ننسي في حأة心 الإنسان وعندما ترك أيضاً يعني Terium تعمق في حأة نياه بعض الأحيان من هناك فكرة الأنهار ممكن أن نجد راجاتة الكنوز في بعض الأنهار وهذا الشيء يمكنك البحث عن الكنوز أيضا والذن سنتفقد البريد يعني البريد يرسلونه بعض الهدايا فتأخذها يعني علامة البريد موجودة فوق يعني الشخصية فوق نفيدة الشخصية فوقها علامات الشخصية يعني بالألم طبعا هذه الحركات تستعملوها فقط بالمفاتيح إذن هنا الفلاح هنا في المدينة المدينة الأساسية الفلاح موجود هنا سابعت هنا كما فعلنا في المرة القادمة إذن هنا ضغط وضغط هنا أقوم ب فعلا بنفس الطريقة هذه الأشيات ثم أرجع اتفاف هذه الأشيات ثم أغلق نتحدث معها مرة أخرى أكد موجود حينما يظهر بعد النون أخضر أتأكد أنه ليس طلب أخر جيد جدا الآن نشتري البدور وهي نضغط على السيد المعوال قد تحتاجه ولن يعطيه لك لكنه يعطي لك المعوال إذن سوف نبحث عن رايس سيد يعني بدور الأرز نشتري 20 بندرة يعني متعانين 20 ممكن أن تشتري أكثر كي لا تهجو مرة أخرى ونبحث عن فارملاند يعني أرض صالحة للزراعة سوف تجدها هنا إذا قمنا بتقريب الخريطة سوف نجد أرض صالحة للزراعة بالتقريب تجده على شكل مدرجة مدرجة موجودة تقريبا قرب المعلم مباشرة سوف ندد فقط ميونة يعني قرب المعلم مباشرة وهذه هي هذا هو المكان اللقاع اللقاع المناسبة للزراعة برغم أن في هذه الوصص المهم أنهم لا يهجمون عليك يعني يتلقائي مدام ثلاث نضرب أحد لنا نضرب أحد إذا ببساطة نقوم ببتح الحقيبة ونضغط على البدر ويبدأ مباشرة نعمل الفلاحة يتم الآن عملية الزراعة مباشرة وتتركها كي تنضغ قليلا لبعض دقائق حبما دقيقتين فقط كي تنضغ قليلا وش شراف وغنع والدنيا الدنيا مقاتش باراكة حولها مقات باراكة وش تمسخ تشوف تاتا تاتا كداش لا تحكسيني يا ايه 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 تمام اتنتظر كي تندوج البدر كما ترون ننتظر قليلا لتندوج البدر نعم المزرعة السعيدة التحكين كما تلاحظ النباتة تكبر يعني شيئا فشيئا انظر يعني تلقائيا تكبر فقط تنتظر لبعد دقائق وبعد التواني لبعد دقائق هكذا حتى تظهر باللوم أصفر تنتظر حتى تكون باللوم أصفر ننتظر هذه الآن باللوم الأصفر نقوم الآن ب يعني الحصاد أعمالية تحصد العرز كما ترى نضعت الآن لوت يعني تجميعا لذا كان عليها الطو الأزرق هذا يعني بأنها تفاسدة من أسف فليس كلنا بدت تنجح في هذا الأمر لنقوم بجمعة التي هي بهذه اللون الأصفر نعم انظر كله يعني زراعة توطيك أربعة تقريبا انظر وفتحنا النفيدة المطبخ لدينا الآن ما يكفي لنقوم بالطبخ مباشرة لا ننسى نقوم ب أن نخد هذه يعني المقادير بعد ذلك يمكننا أن نطبخ مباشرة كما ترى والآن يتمه الطبخ تختار هنا الكمية التي تريد أن تطبخها مباشرة حتى لا تقوم بتكرار العملية دائما نضعت هنا يعني الطبخ مباشرة الآن تقوم بالطبخ جميل جدا العرق العرق سيكون نذيبا ملعك تمام بهارة الطبخ هنا يمكنك تضعها هنا هنا أشم رائحة الطبخ ورائحة جميلة أهلا سيدة تعطيني بعض الأرز بالفضل أعلم أنني لس ولكن أحب الأرز لن تعطيني نلقى يضع من هنا الأرز الذي عددناه الآن سوف يزيد نسبة النيوتريشن كما ترون هؤلاء الأرز الذي كنا بإعداده الآن تقوم بتناوله وقد ازدادت الآن القيمة الجوع لدينا بالشخصية ومشيء رائع إذا نحية ما تظهر الرسالة بالأحمر هذا يعني بأنها لم تعد تحب ذلك الطعام فلا تضيع وإلى لقاء شرح آخر شكرا 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 شكرا